وتأكيد على الدعم المصري حكومة ولئاسة وشعبا ضد الإنقلاب الحوسي والدعوة دائما وأبدا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة اليمنية الشقيق ربما كان المؤتمر الصحفي الرئاسي الذي عقد بمقر الاتحادية صباح اليوم في القاهرة بين فخامة الرئيس الفتاح السيسي وفخامة الرئيس القيادي الرئاسي اليمني كانت هناك عدة رسائل من الجانب المصري تمثلت من فخامة الرئيس الفتاح السيسي بأن الدعم المصري لمحدود للقضية اليمنية وأن يجب على الأشقاء العرب التعامل سويا والدعم سويا من أجل عودة أمن واستقرار الدولة اليمنية وإنهاء عدم الاستقرار الموجودة وعودة الحالة الطبعية لليمن الذي اعتبره فخامة الرئيس وقال في نهاية كلمتي أنه كان ومزال بوابة العالم العربي حاضرة وثقافة وأيضا أمنا وأمانا لأنه يمثل شريان حياة في العالم العربي وخصوصا في منطقة مضيق باب المندب ترجمة نانسي قنقر